كرم سعادة الدكتور ماجد بن علي نعيمي وزير التربية والتعليم مديري ومديرات 33 مدرسة حكومية وخاصة لحصولهم على لقب مدرسة حاضنة للتكنولوجيا وبهذه المناسبة أشهد الوزير بالجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز بالاستفادة من مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل والتمكين الرقمي حيث تطلب الحصول على لقب من المدارس المرور بعدد من مراحل التقييم من قبل الخبراء والمختصين التربويين من شركة مايكروسوفت بما في ذلك تقديم امتحانات للمعلمين والطلبة للحصول على شهادات متخصصة بعد فترة تدريب أشرف عليها المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال وهو المركز المعتمد لتقديم امتحانات مايكروسوفت مشيرا إلى أن عدد المدارس الحاصلة على هذا اللقب ازداد من 14 مدرسة في العام الدراسي الماضي ليصل إلى 33 مدرسة هذا العام حيث استطاعت بعض المدارس حصد هذا اللقب للمرة الثانية على التوالي مؤكدا أن العمل جار للاستمرار في تزويد المدارس بالأجهزة الرقمية الجديدة ومواكبة لأحداث المستجدات على الصعيد التعليمي مدرسة للحفظ الثانوية الصناعية الحمد لله حصلت على لقب المدارس الحاضنة للتكنولوجيا وهذا بدعم كبير من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لأسس لنا اللي هو مشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل ومنه طلاقة المدرسة تحظى بدعم كبير من وزارة التربية والتعليم هذا اللقب جاء نتيجة عمل جميع شركاء في المدرسة بروح الفريق الواحد من معلمات وطالبات وأولياء أمور عملنا بورش عمل ومجتمعات التعلم سوئن كانت داخلية وخارجية أدى ذلك على حصول طالبات المدرسة أول خمس طالبات على شهادة M.O.S. على مستوى مملكة البحرين وحصول جميع المعلمات بالنسبة 100% على شهادة المعلم المبدع لله الحمد حصلنا على لقب المدرسة الحاضنة للتكنولوجيا هذا تم بفضل تدريب المعلمات على المايكروسوفت وتوظيف التيمز في الحصص الدراسية وأيضا تدريب الطالبات وأولياء أمورهم على خصائص برنامج التيمز إضافة إلى توظيف التكنولوجيا في الحصص وتوظيف الواندرايف في الأمور الإدارية التنظيمية صارت لنا فرصة أن نحن نحصل على مراكز من خلال التدريب على التكنولوجيا حصلنا على 16 طالبات حصلت على M.O.S. مع مشاركة المايكروسوفت بإضافة إلى 46 معلمة حصلوا على المعلم الخبير وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل جهود جميع المتسيبات المدرسة مع وزارة التربية والتعليم ومع مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل اشتركوا في القناة